قال المحلل السياسي المتخصص في شؤون العربية ويليام لورنس خلال استضافته في برنامج مع المغرب من واشنطن الذي سيبث غدا على قناة ميديا انتذي إن بلف الصحراء المغربية شهد مجموعة من المتغيرات منذ الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء لو نظرنا من ارتفاع شاهق لما وجدنا أي تغيير ولكن إذا أمعنا النظر سنجد تحركات مثيرة للانتباه وقد أمضيت شخصيا خلال العام الماضي وهذا العام ستة أيام بالكامل في اجتماعات وراء أبواب مغلقة تناقش قضية الصحراء وهي مناقشات مرتبطة بعملية الأمم المتحدة وهذا لم يحدث من قبل وعلى الأقل يدل على الرغبة في دفع الحكومات المختلفة وأصدقاء المغرب وأعضاء مجلس الأمن لعمل شيء ومن خلال هذه الاجتماعات رأيت كيف أنه بينما كانت قضية الصحراء في ذي لقائمة الاهتمامات لعشرات السنين فإن أحداثا مثل معبر الجرجرات واعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء ثم انهيار وقف إطلاق النار ثم تعيين ديمستورا مبعوثا خاصا للصحراء نجد أنه سرعان ما بذل جهدا طيبا لعادة القضية إلى الاهتمام وكذلك شكاوى رئيس بعثة الأمم المتحدة للصحراء ضد البوليساريو وكيف أنها تحول دون وصول البعثة إلى ما تريد في الصحراء هكذا أرى تحركا أكثر إلى الأمام بالمقارنة مع ما كنت أراه خلال الشهور الستة الماضية ترجمة نانسي قنقر